اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ومضاعفة مصادرها باعتباره إحدى القطاعات الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في رفض مسارات التنمية الحالية والمستقبلية نعم مشيرا إلى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص كشريكا رئيس في التنمية عبر تحفيز القطاعات الحيوية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد محمد بن عبدالله أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور حيث أشار سموه إلى أن العلاقات التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بمشاريع الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور عن شكر وتغديري لصاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص مستمر على تعزيز مسالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الجميع وتمنيا لمملكة البحرين دوام التوفيق والازدهار